عام 1992 جاءت فكرة هذه المكتبة ثم لأجل افتتاحها خصص لها مبنى ملحق بالمركز الثقافي في محافظة ذمار في العام 2007 افتتح هذا المبنى كمقر رسميا لمكتبة البردوني تيمنا بشاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني ولهذا كسبت شهرتها الكبيرة الممتدة منذ ذلك الحين وحتى اليوم برغم تعرضها في العامين الاولين من الحرب للخراب بسبب استهداف مواقع عسكرية واخرى مدنية بالقرب منها الا انها صمدت في وجه الحرب التي فشلت في اغلاقها او حتى في المساهمة بعزوف الناس عن الاقبال عليها مقارنة مع مؤسسات ثقافية توقف نشاطها تماما في المحافظة نجحت ادارة المكتبة بمبادرة ذاتية من ترميم الاجزاء المتضررة كالنوافذ والابواب وكذلك بالمحافظة على نشاطها فهي تضم اكثر من ثمانين الف عنوان في مختلف صنوف المعرفة وتتميز بوجود بعض المخطوطات والكتب الادبية والفكرية والعلمية النادرة قدمت للمكتبة كهدايا من اصحابها او ورثتها المكتبة تحتضن ايضا المئات من الفعاليات السنوية منها الانشطة الثقافية والادبية والمدنية واجتماعات رسمية واخرى خاصة بمنظمات المجتمع المدني ولهذا تعد مكتبة البردوني واحدة من قلاع الثقافة والادب في اليمن التي احتفظت بمكانتها منذ افتتاحها حتى اليوم